إلى صفحة تقارير وحوارات حيث وابدت الأوساط السياسية والإعلامية المغربية ارتياحا كبيرا تجاه المواقف التي عبرت عنها الإدارة الأمريكية من قضية الصحراء الغربية وقد شكل الموقف الأمريكي من الصحراء الغربية وتأييده الواضح لمقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب لتسوية الملف أهم مكتسب للرباط أثناء زيارة الملك محمد السادس لواشنطن اعتبرت الحكومة المغربية أن هذه المواقف التي أعلن عنها البيت الأبيض تمثل تجسيدا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين الأكاديمي والمحلل السياسي محمد نشطاوي اعتبر أن هذا الموقف يأتي ثمرة لجهود الدبلوماسية المغربية التي قال إنها كثفت لقاءاتها مع مجموعات الضغط الأمريكية مما جعل واشنطن تعد الرباط شريكا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط على حد قوله